هذا هو هتاف مئات الالاف من اليمنيين الذين يحتفلون منذ وقت مبكر بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكأنهم يفصحون عن حاجتهم لها اليوم اكثر من اي وقت مضى كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة شعب ضد نظام الامامة الذي امتهن الشعب لمئات السنين وبعد ثورة سبتمبر وتحديدا منذ تولي المخلوع صالح الحكم عمد نظامه الى تميع الثورة وافراغها من مضمونها الجوهرين وتحولت الثورة من قيام عدالة ونظم ديمقراطية الى اجازة سنوية يظهر فيها الرئيس امام حجد احتفالي كرنفالي وعرض عسكري لا اكثر هذا الرئيس عينه سيتلقف الاماميين بعد ثلاثة عقود ويسلم لهم ما تبقى من الجمهورية على طبق من غادر لم يسيطر الاماميون الجدد على مفاصل الدولة سوى لثلاث سنوات حتى خرجت جماهير الشعب بتظاهرات الالكترونية تعبر عن رفضها لخرافات الولاية وآل البيت فقد رأت بام اعينها لا كما حكي لها مدى قبح نظام الامامة السلالي المجد للشعبي والحكم المطاع له والفعل والقول هو القائل اللسن فليخسئ الظلم ولتذهب حكومته ملعونة وليولي عهدها النتن هكذا بلور البرادون روح سبتمبر المجيد وما اشبه الليلة بالبارحة اللافت هذا العام ان الاحتفال بثورة سبتمبر انتقل من الاحتفال الرسمي الى الاحتفال الشعبي المهيب وكأن الشعب يكفر عن ذنبه ليبني حائط الوعي المنيع الذي يجرف جميع الخرافات السلالية معركة قديمة جديدة طرفها الشعب المتطلع للحرية وعصبة سلالية ترى نفسها صاحبة الحق الحصري في الحكم ومع ان سيطرة اليوم في صنعاء وما حولها لهذه العصبة الا ان السيلة الجمهورية الهادرة ينبئ بمستقبل ديمقراطي يجرف معه جميع الخرافات الكهنوتية في عيد الثورة المجيدة الثورة الانسانية